إنتاج كرات الدم في الجنين وبعد الولادة هيماتوبيوسيس أولاً، تشكل الدم عند الجنين تبدأ دورة حياة خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان من الوريقة الوسطى للكيس المحي واستمر التشكل من هذا الموقع حتى الأسبوع العاشر وبعد ذلك، تبدأ الكريات الحمر أريثروسايتس في الكبد اعتباراً من الأسبوع العاشر من الحمل حتى منتصف فترة الحمل ويساهم التحال بتشكيل الدم في هذه الفترة ولكن بشكل أبسط بينما تبدأ الصفيحات بلايتلتس بالتشكل بدءاً من الشهر الثالث للحمل أما الكريات البيض المحببة جرانيولاسايتس فيبدأ تشكلها بدءاً من الشهر الرابع من الحمل وبهذا، يبدأ تشكل الدم في نقي العظم من بداية الشهر الرابع وتظهر الإنفاويات بدءاً من الشهر الخامس والوحيدات، مونوسايتس، تظهر مع بداية الشهر السادس ومن هنا، يزداد نشاط النخاع العظمي تدريجياً بحيث يصبح في نهاية الحمل المكان الأساسي لتشكل الخلايا الدموية يترافق ذلك مع نقص دور الكبد في تشكيل الدم بحيث يتوقف نهائياً بعد الولادة ثانياً، تشكل الدم بعد الولادة ينحصر تشكل جميع مكونات الدم بعد الولادة في النخاع العظمي بون مارو، وكذلك الليمفاويات إلا أن هناك جزءاً منها يتتابع تطورها في النخاع لتعطي الليمفاويات البائية بي لمفوسايتس وجزء آخر منها يهاجر باتجاه الغدة الزعترية فايمس لتتمايز إلى الخلايا الليمفاوية التائية الناضجة دي لمفوسايتس اشتركوا في القناة